بسم الله الرحمن الرحيم ابناء الطلبة استكمالاً لموضوع Hydraulic Properties of Soil او الخواص الهيدروكية للتربة اللي هو تابع شابتر 3 النهاردة هنتكلم على Part 4 اللي هو Flow in Tubes بس قبل ما هنتكلم عن Flow in Tubes كان فيه جزء متبقي من الجزء السابق اللي هو Caballarity بس تكلمنا عن Caballarity في Tubes او في الانبيب الشعرية فهنقول بس الجزء الخاص بالسويل وبعدين نتكلم على Flow in Tubes فالCaballarity in Soils او الخاصية الشعرية في الطربة بنقول It is too difficult to apply the theory developed for Capillary Tubes to the Soil ليه؟ مقدرش اطبق اللي احنا قلناه في الـ Tubes على السويل Because the voids in the Soil are quite irregular غير منتظمة الفراغات مش منتظمة كده تعمل لي انبوبة زي ما اتكلمنا في الانبيب And in Size يعني ممكن لقيها مختلفة كمان And Not Necessary Continuous or Vertical ممكن تقف وفي نفس الوقت ممكن تكون ملها بالشكل اللي انت شايفه دو يعني مش بوضع رقص يعني ولكن فيه طرق تقريبية ممكن نحسب بيها الـ Capillary Head او الـ Capillary Height او الارتفاع الشعري في السويل من المعادلتين اللي قدامك دولات اول حاجة الـ HSE بتساوي 0.0306 على 5D10 ودي عشرة اللي هي احنا عارفينها اللي هي الـ Effective Mean الـ Effective Size بتاع الصويل اللي احنا بنجيبها ازاي لو تذكر خدتها انت لما خدت تصنيف الطربة هتيجي هنا عند مين عند عشرة في المية وتمشي كده وتنزل تطلع الـ D10 بتاعتك بس لازم تتبقى بالـ A طبعا انت هنا لو تشتغل بالقانون بتاعك دوت لازم تحطها بالـ A بالصمتي يعني فاهمني ازاي؟ يعني لازم احط الـ HC ده بالـ A خلي بالك فيه فرق بين القانونين هو تلاحظ انه هو نفس القانون اللي احنا قلناه بتاع مين؟ بتاع بتاع الـ Tube نفسها لكن الفرق الـ D هنا هناخدها اللي هي 5 من الـ D10 وعوض بيها على طول فيه قانون تاني بيقولي ان الـ HC بالصمتي بتساوي C وده رقم ثابت على E اللي هي الـ Void Ratio بتاعت الصويل في الـ D10 بالصمتي والـ HC تطلع لك بالـ A بالصمتي فانتا لو عوضت بالقوانين دي تقدر تطلع ارتفاع الـ ارتفاع الشعري في الصويل نبتجي بقى نتكلم على types of flow او المية في الأنبيب عندنا فيه نوعين من الـ flow تعلمناهم قبل كده في الهيدروليك فيه عندنا laminar flow او steady flow وفيه عنده turbulent A flow laminar flow وبعدين بقيت مالها ديقة ما تقوليش ان هي تيجي كده وبعدين تتقطع معا لا كلهم هيمشوا مالهم هيبقوا بالشكل اللي انت شايفهم فيش تقطع خالص ولكن اللي بيحصل ان الكسافة بتاعتهم هنا بتبقى اكتر من الكسافة هنا شوية اما الـ turbulent flow او السرايان العشوائي الـ flow is irregular and unsteady in soil mechanics the concept of steady and laminar flow is appreciable to analyze the flow in soil يعني اللي اتنين بيبقوا مالهم شغالين لكن احنا في الكورس ده مش هنتكلم غير على الـ laminar flow طيب هنبتدي نتكلم زي ما تعلمنا قبل ما نتكلم عن الـ soil هنتكلم شوية عن السرايان في الأنبيب فلو انا عندي أنبوبة بالشكل دوت عشان يحصل صرايان للمية من نقطة واحد لنقطة اثنين لازم يبقى فيه هنا ضغط اسمه H واحد والضغط او الهد هنا اسمه H اثنين وفيه فرق اللي هو H واحد ناس H اثنين هو ده اللي بيسبب لي صرايان المية لمسافة اسمها L لو انت عندك الأنبوبة ديت قطرها R capital خلاص الأنبوبة قطرها R capital فاحنا هناخد جزء صغير منها من المية اللي هنا كويس سمكها لاحظ سمكها D ده بيبقى على مسافة اسمها مين R من السنتر خلاص وابتدي اشوف خلي بالك السرعة بتاعة المية هنا بتبقى maximum يعني سرعتها هنا بتبقى maximum لكن جنب الحواف بتاعة الأنبوبة بتعتبر أقل ما يمكن تعال نشوف العلاقة هنطلحها ازاي بتاعة سرايان المية في الأنبيب يعني قلتلك دي الجيفن حاجات اللي انت عارفها ده خلاص فاللي بيحصل بيبقى فيه عندنا pressure difference from point 1 to point 2 ما هو الهد الفرق H1 نص H2 لو ضربتها في gamma water يديك pressure difference ما بين هنين اتنين والل هي distance from point 1 to point 2 فالقوة بقى الفرق ما بين difference in the end thrust user pressure difference عبارة عن مين by R square ما هي المساحة ما هي المساحة ده pressure عايزة اجيبه فرص طب ما هو الفرص اجيبه ازاي هاضربها في المساحة يبقى المساحة by R square في gamma water H1 نص H2 لو انت عارف الفيسكاستي بتاعة الليكود اللي هي ايتا ديت وعندك R اللي هي variable radial distance اللي هي متغيرة زي ما احنا اتفقنا قبل كده لو رجعنا تاني للجزء ده ده اللي هي المسافة ديت خلاص والvelocity of the flow at radial distance R برضك دي متخلفة او مختلفة اسف فنائز dv على دي R دي عبارة عن اسمها الايه الvelocity gradient او التدرك بتاع مين التدرك بتاع السرعة لو ترجع تاني شايف السرعة هنا السرعة هنا السرعة هنا متدرجة كل ما الR بتتغير او الر بتتغير بتاعتك المسافة بتاعتها والر بتاعتها فالV بتاعتها بتتغير عشان كده بنسميه ناقص dv على دي عبارة هي اسمها الvelocity mean gradient طيب ادي الشكل بتاع السرعان المية بنقول ايه السرعة هنا ماشي مست بي بلانس لازم يبقى فيه اتزان باي شيرينج استرس او 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 رينج يعني ايه؟ يعني لازم يبقى فيه القوة بتاعت السحب من واحد الاتنين ما هدي اللي بتسحب المية ماشي؟ بتتزن مع مين؟ الشير استرس او الاجهادات القص فين؟ على الرينج نفسه على الرينج اللي احنا بنتكلم فيه ده فبنقول اليونت شير فورس at distance r عند مسافة r اللي احنا قلناها ديت عند الرينج ده او ده بيسموه ايه؟ قالني لو الرينج يعني حاجة زي الخاتم كده يعني فبتتنسب مع مين؟ مع الايتا بمعنى ايه؟ يعني الشير فورس ديت بتزيد لما الفيسكوسي مالها بتزيد وده احنا عارفينه من زمان واليونت شير فورس نفس الكلام at distance r مالها بتتنسب مع السرعة بتاعت مين؟ او التغير في السرعة بتاعت المائع نفسه though the total shear force acting on the surface of the annular cylinder لو انا عايز اجيب بقى الشير فورس كلها احنا قلنا هيبقى فيه اتزان كلمة اتزان يعني ايه؟ يعني لازم الفورس تعالى تسراسط اللي هو قلنا ايه؟ باي ار سكوير ده اللي هو المساحة فيه جاما وطر H1 وص H2 ده البرشور او فرق البرشور بلاش نقول برشور فرق البرشور هو ده؟ او فرق الهيد كلمة H1 وص H2 ده فرق الهيد لما اضربها في جاما وطر بقى فرق البرشور لما اضربها في المساحة بقت فرق الفورس دي بتساوي بقى مين؟ نتكلم بقى في مين؟ في الشير عبارة عن 2 by R خلي بالك 2 by مين؟ R في L 2 by R في L اللي هي عبارة عن ايه ده؟ المساحة الجانبية المساحة الجانبية بتاعت مين؟ بتاعت الاستوامة اللي زي دي كده المساحة الجانبية عبارة عن 2 by R في مين؟ في L في إيتا اللي هي الفيسكوسي ناقص DV على DR طيب وبعدين لو انت هنا خلصت المعادلة انت قلتها باي R سكوير في جاما وطر H1 وص H2 بتساوي 2 by R L في إيتا في ناقص DV على مين؟ على DR طيب انا كل اللي عايزه هنا مين؟ ال V فعشان اجيب ال V هتعمل ايه؟ هتروح تمودي DR هناك وتعمل ال ايه؟ التفاضل او التكامل بتاعك عشان شيل ال D فتطلع لك ال V بتساوي ايه؟ جاما وطر على أربعة في إيتا R خلي بالك R كابتال سكوير ناقص R مالها؟ سكوير ايه الفالة من R دي وR ديت؟ R ديت هي عبارة عن نص قطر مين؟ الأنبوبة كلها لكن R دي متغيرة يعني عند كل R هنا R واحد وهنا R اثنين أو آسف ما بتتقسش من هنا ال R دايما متقس منين؟ من السنتر يعني فيه R واحد وفيه R اثنين وR ثلاثة وR اربعة أكبر R اللي هي ال R يبقى R سكوير ناقص R ماشي؟ في مين؟ في ال I I داله الهايدروليك مين؟ جريجيان اللي هو عبارة عن مين؟ H على مين؟ فرق H على L يعني H واحد ناقصية 2 على L فلو تيجي تخلص بقى ده ال V طب ال V انت عارف الكيو بتساوي ايه؟ الكيو بتساوي area V فانا ممكن اقول ان الكيو بتساوي باي في مين؟ في جاما ووتر ثمانية في ايتا في مين؟ في I في R ايه قص كام أربعة يعني ممكن اقول دي جات منين؟ من هنا الكيو بتساوي ها؟ جاما ووتر على ثمانية ايتا R سكوير ناقص I في مين؟ في الاريا ده يجيب لي الكيو او كمية المية اللي ماشية في الانبوبة بتاعتي شكرا